في هذا الحي الوقع في مقاطعة السبخة يقبع شيخ طعن في السن أفنى من عمره رتحا من الزمن خدمة لكرة القدم الموريتانية تخرجت على يده أجيال غدرت على مكرة القدم الموريتانية وأخرى هي التي تنشط الآن في الدور الموريتاني وجل ركائز المتقب الوطني الحالي تعلمت كرة القدم وهي في سن العاشرة من عمرها على يد هذا الشيخ يدور الزمن دورته المعهودة ويجد الشيخ المحنك في علم التكوين والتدريب نفسه نسيا منسيا في هذا الكوخ الصغير يجلس وحيدا يقلب أوراق ماضيه يتذكر كل صغيرة وكبيرة رغم بصمات المرض التي لا تخفى على أي زائر له ربما كاميرا قناة المرابطون بوجودها وجد فيها الرجل أنيسا فقد استحضرت له ماضي كان جميلا وحاضرا مريرا في عينه وتطغى عليه الحسرة والمراض في الغرفية الحالية مولايو المحمد مبارك اسم تعرفه أسرة كرة القدم الموريتانية جيدا من موالد مدينة شنقيط عام 58 أنشأ أكاديمية أكاز تيارت في فترة الثمانيات في مقاطعة تيارت تمخضت بعد ذلك عن نادي أكاز تيارت قدم إليه إبراهيم ملح وهو في سن الرابعة عشر من عمره وتخرج على يده ليصبح بعد ذلك أفضل مهاجم في تاريخ موريتانيا ليليه بعد ذلك سيد أحمد والتقدي الذي انتقل إلى نادي مولودية السعيد الجزائري وحصل على جائزة أفضل لعب في الدور الجزائري وأخرهم لعب ارتكاز المنتقب الوطني حاليا بقى يقوم ساء وآخرون كثر ينشطون في الدور الموريتاني حاليا لكن هل فعلا رد هؤلاء الجميل لمدربهم؟ تقدي كان يجيني شوي كنت أنا شارنا إكب مع وكان العجل نادي توقع لي شوي كان يقيم التالي اقتع للدركة ماذا عن لعب ارتكاز المنتقب الوطني حاليا بقى يقوم ساء وبقى عادي بي معلو سبو كنت يعني تلفين ليار ما أبقى ليش وقعه واللي هو وصان بيت وتلك الأخرين أما المهاجم إبراهيم مالحا فمدربه ومعلمه سابقا يبدو أنه غير راض عنه بيلي تلفزة تكلم في يوم ما أسمع تذكرني وذيك ملاخضة متينة يلي إبراهيم مالحا يتكلم تلفزة ويكلم أخباره ياضح ما تكلم عن المولايه واللي مربيه واللي مقريبه نو هذا خاسر يعطوه يعدل مجلسه مع تلفزة يعطوه يعدلوه يقول الحقيقة لكننا ما لنسمحه لعد فدراتشان وقال الله كامل يقول هو وما ونعطت إناية لجولات أكيب ناشنال يعطوه أم يأطي إناية موليد ناس بابتسامة تضغى عليها ملامح الحزن يقف الرجل رغم المرضة ليودعنا ويذكر أسرة كرة القدم الموريتانية أن حضرها مهما بلغ من تحسن وازدهار يبقى نتاج عرق جبيني هذا الرجل المنسي وغيره كثر كل واحد منهم له قصة عنوانها العريض دائما كرة القدم الموريتانية لا مكان فيها إلا للقوي والقادر على إكمال كل الأشواط وأي تعثر حدث فصاحبه في خانة النسيان وللأبد